هذا الشكل من العفن الأسود الموجود في الكثير من البيوت مسبب رئيسي للسرطان والربو والأمراض الحساسية اللي تصيب أطفالنا بسبب الرطوبة العالية في المنزل وليست تسرب المياه في الجدران لازم نعرف سبب الرطوبة اللي يسبب لنا هذا الشكل من العفن الأسود هذا عفن خطير أطباء الحساسية يقولون تزول الحساسية عند زوال المؤثر شوفوا كيف منطقة الجدار القريبة من منفذ التكيف مليئة بالعفن بسبب كمية الرطوبة العالية المنبثقة مع هواء التكيف وفي هذه الحالة يتم اللجوء إلى مهندس مختص لتحديد السبب الرئيسي لهذه الرطوبة العالية في المنزل ثم علاج ما يترتب عن هذه الرطوبة من عفن وتقشير للأصباخ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر